اعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الفروسي عن منح البحرين شرف استضافة فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي ستقام العام المقبل بعد منافسة قوية مع دول عديدة واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لعمل الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أهمية استضافة البحرين لأكبر تجمع رياضي في الفروسية العالمية الأمر الذي يؤكد ثقة الاتحادات الدولية في المملكة وقدراتها الكبيرة على إنجاح مثل هذه التجمعات الهامة وقال سموه إن نجاحات مملكة البحرين في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات الرياضية باتت شاهدا حيا على التطور الكبير الذي تعيشه بفضل الرؤية السديدة لعاهل البلاد المفدة حيث وضعت المملكة في مصاف الدول الجاذبة للبطولات والتجمعات الرياضية المختلفة من جانبه أكد سموه الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أهمية هذا الحدث خاصة أن الاجتماعات ستحدد الوجه المستقبلي للاتحاد وقال سموه إن البحرين أثبتت باستمرار قدرتها على النجاح وتقديم كل ما هو أفضل وهو الأمر الذي جعل منها محل ثقة الاتحادات الدولية وتعتبر البحرين ثاني دولة خليجية تنظم المؤتمر كما أنها ثاني دولة عربية تنظم المؤتمر بعد المغرب ويشكل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية الحدث الأكبر على مستوى الفروسية الدولية حيث ستحدد هوية الفائزة برئاسة الاتحاد الدولي